شهد قطاع النقل تفرة كبيرة خلال العام 2021 حيث شملت الإنجازات تطوير محطات السكك الحديدية والقطارات إلى جانب تحقيق معدلات إنجاز كبيرة في مشروعات النقل الدكية التي تهدف لتعمير مناطق جديدة وربط المدن والمحافظات المختلفة كما شهدت الكثير من الإنجازات في مجال الطرقي والكباري حيث نفدت الدولة الكثير من الطرق في مختلف المحافظات التفاصيل مع مصطفى مزار تفرة نوعية حققتها الدولة في قطاع النقل وظهر جليا هذا التطور في عام 2021 والذي شهد نسبة إنجاز كبيرة في عدد من مشروعات النقل شملت تطوير محطات السكك الحديدية والقطارات إلى جانب تحقيق معدلات إنجاز كبيرة في مشروعات النقل الذكي والذي تهدف لتعمير مناطق جديدة وربط المدن والمحافظات المختلفة مشروع المونريل الذي يعد وسيلة نقل جماعي كثيفة أحادي السكة يسير على كمرة خرسانية معلقة وتبلغ السعة القصوى له نحو مليون راكب يوميا يشمل مشروعين الأول مونريل غرب النيل والذي يربط مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة ويصل طوله إلى خمسة وثلاثين كيلو متر يحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف وقدر خمسة وثلاثون دقيقة لمسافة خمسة وثلاثين كيلو متر يتكون مونريل لأكتوبر من عشرة محطات ويخدم التوسعات الكبيرة خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي تم وصول القطار الأول من أصل ثلاثين قطارا سيتم توريدها لمشروع مونريل السادس من أكتوبر مونريل العاصمة الإدارية الجديدة يبدأ من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية ويصل طوله لنحو ستة وخمسين كيلو متر يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر مع خطوط متر الأنفاق الثالث والرابع والخامس ويضم إثنين وعشرين محطة بلغت نسبة تنفيذ المشروع الإجمالية ثمانية وعشرين واثنين من عشرة في المائة كما بلغت نسبة الأعمال المدنية والتي تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم إثنين وثلاثين في المائة أما الأعمال الكهرومكينيكية فبلغت نسبة الانتهاء منها أربعة وعشرين وسبعة من عشرة في المائة ويجري حالياً تصنيع المعدات بنسبة اثنين وعشرين وثلاثة من عشرة في المائة فيما يتعلق بمعدلات توريد الوحدات المتحركة تم وصول القطارين الأول والثاني من أصل أربعين قطار سيتم توريدها للمشروع مشروع القطار الكهربائي السريع والذي يعد نقلة حضارية جديدة في وسائل النقل والمواصلات ويشمل مدن العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والعالمين ومطروح يتم تنفيذ هذا المشروع بطول ستمائة وعشرين كيلو متر وبإجمال عدد محطات يصل إلى إحدى وعشرين محطة منها ثمانية محطات سريعة تم الانتهاء من مائة وعشرين كيلو متر من أعمال الردم والحفر والقطع بقطاع شرق النيل العين السخنة العاصمة الإدارية حلوان بالإضافة إلى تنفيذ سبعة كباري ونفقين يأتي مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT كشريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة ويربط مدن السلام والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمتر والقطار الكهربائي السريع وكذلك مونيريل شرق النيل العاصمة الإدارية الجديدة تم توريد ستة قطارات وجرار ديزل ومن المخطط توريد اثنين وعشرين قطاراً بإجمال تكلفة مائتين وسبعة وعشرين مليون دولار ويتكون القطار من ستة عربات كما تبلغ السرعة القصة التصميمية له مائة وعشرين كيلو متر في الساعة الواحدة يجري حالياً تنفيذ أعمال المحطات وتركيب بوابات التذاكر والشاشات بالمحطات بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الكهرماكنيكية والتحكم ونظم الإشارات فضلاً عن مد الكبلات الخاصة بالقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات بلغت نسبة الأعمال المدنية والتشريبات للمرحلتين الأولى والثانية خمسة وتسعين في المائة كما تم الانتهاء من جميع كبار السيارات بالمشروع وتشغيلها أمام حركة السيارات بالإضافة إلى الانتهاء من سبعة كبار لمصار القطار الكهربائي ويشمل هذا المشروع ثلاثة أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة مئة بالمئة هذا ويتم تنفيذ الأعمال في ورشة القطار الكهربائي والتي تشمل ستة وعشرين الخفيف وكذلك مساحتها ذي المباني ثمانين فدان هذا وشهدت محطات السكك الحديدية تطوراً كبيراً في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعاتها خلال عام 2021 وخاصةً بقطاع الوحدات المتحركة وتم التعاقد في هذا المشروع على توريد ألف وثلاثمائة تعربة سك حديد جديدة للركاب وصلت منها حتى الآن خمسمائة تعربة أعلنت الحكومة تطوير وتجديد ألف ومائتين وثلاثة وعشرين عربة قطار فضلاً عن التعاقد على ستة قطارات جديدة ومن المقرر أن يصل أول قطار منها في يوليو من عام 2022 هذا إلى جانب وصول مائة جرار سك حديد جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد مائة وعشرة جرارات وإعادة تأهيل واحد وثمانين جرار من الأسطول الحالي هذا كله بالإضافة إلى تطوير مائة وسبعة وستين محطة سك حديد متر الأنفاق تواصل الحكومة تطوير هذا المرفق الحيوي والهام وتأكيداً على طفرة الإنجازات فيه فقد حصل مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث على جائزة أفضل مشروع عالمي لعام 2021 في فئة النقل والسكك الحديدية وذلك طبقاً لمجلة ENR الأمريكية فيما يتعلق بنسبة التنفيذ فقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال في الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث نحو 87% هذا ومن المكرر أن يتم افتتاحه خلال شهر إبريل من عام 2022 أما مشروع الخط الرابع فبلغت نسبة التنفيذ فيه نحو 15% حتى الآن في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي قواقود للسيارات عملت الحكومة على إنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز وبلغ عدد المحطات أكثر من 500 محطة تعد مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة من أبرز المبادرات الرئاسية التي لاقت اهتماما كبيرا من قبل المواطنين خاصة الراغبين في إحلال السيارات الملاكي والأجرة وتجديدها بالكامل للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين تم الانتهاء من تسليم نحو 9300 سيارة موزعة ما بين 8770 سيارة ملاكي و530 سيارة تاكسي وميكرو باس بينما بلغ عدد السيارات التي تم تخريدها ضمن المبادرة الرئاسية 9600 سيارة موزعة ما بين 8750 سيارة للملاكي و850 تاكسي وميكرو باس ووصلت قيمة الحافز الأخضر المصروفة في إطار المبادرة إلى نحو 208 ملايين جنيه كما وصل عدد الطلبات التي تنطبق عليها الشروط على موقع المبادرة حاليا إلى نحو 35 ألف طلب إذن هي مشروعات ضخمة وإنجازات ملموسة قامت بها القيادة السياسية في هذا القطاع الحيوي والهام لإحداث نقلة حضارية وتحقيق أعلى جودة لحياة المواطنين في هذا القطاع ترجمة نانسي قنقر